مجددا دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الشعوبة العربية إلى تصعيد حراكها أمام البعثات الدبلوماسية على أراضيها غدا الجمعة وبالوقت ذاته خون أسامة حمدان من يقول أن حماس تحرد في الأردن بعد دعوات الحركة للتظاهر واتهمه بالوقوف بصف إسرائيل وندعوهم للاحتشاد أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية رفضا للعدوان وضغطا لإيقاف الإجرام والعدوان الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة وندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذه الفعاليات يوم غد للجمعة وفي الأيام التالية وأنا أدعو أصحاب المعارك الدون كشتية الوهمية في أذانهم أن يتوقفوا عن مثل هذه التصرفات التي لا تخدم إلا الاحتلال إن من يطلق مثل هذه الحملات يجد نفسه تلقائيا في مربع الاحتلال من جانبه طالب المتحدث باسم السراية القدس الجنح العسكري لحركة الجهاد أبو حمزة في فيديو على موقع X بتمدد تظاهرات الأردن إلى مصر ودول المغرب العربي والكويت والبحرين نحيي جماهيرنا العربية الأبية الحية التي خرجت عن صمتها في الأردن وعمان بعشرات الآلاف يتقدمهم المحامون والأطباء والمثقفون ولهم نقول إننا في صراع القدس والمقاومة نتابع حضوركم عن كثب ونفخر بكم وبصنيعكم وإن صدى صوتكم يسمع جيدا في غزة وقد بدأ يمتد إلى مصر الكنانة وتونس الحرية وجزائر الشهداء والكويت والبحرين والعديد العديد من البلدان والعواصم في موقف ورسالة واضحة أن شعوبنا العربية لا زالت بخير ومر مالله معنا لمتابعة هذا الموضوع القيادي في حركة فتح مونير الجاغوب أستاذ مونير مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا في الأخبار الليلة نبدأ معك من ناحية التصريحات سواء تلك الأتياء من حماس أو الأتياء من الجهاد دعوات للتظاهر أكثر في الدول العربية الجهاد حدد مصر والأردن بشكل خاص وخونوا كذلك من يتهمون حماس بالتجيش ضد الدول كيف ترون هذه الدعوات واستمرارها الآن بالنسبة لكم بحركة فتح؟ لماذا لا يتم توجيه هذه الدعوات إلى الجماهير في إيران وإلى الجماهير في بيروت وفي دمشق وفي صنعاء؟ لماذا الأردن ومصر بالذات؟ ولماذا هذه الدول القريبة من الشعب الفلسطيني والتي هي صمام الأمان والتي نتكع عليها بمحاربة التهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى الأردن وإلى سيناء وإلى مصر هذه الدول هي صمام الأمان بالنسبة للشعب الفلسطيني ماذا نريد من التظاهرات في داخل هذه المدن؟ نحن نؤيد أن يتم التظاهر من أجل قطاع غزة ومن أجل إسناد الفلسطينيين ومن أجل رفع معنوياتهم ولكن ماذا سوف تفعل المظاهرة في داخل المدن لشعب يذبح من الوريد إلى الوريد؟ ماذا سوف تفعل هذه المظاهرات لشعب فقد مكان سكنه؟ الآن مليون ونصف فلسطيني يعيشون بالعراء الشعب الفلسطيني إذا كانوا من يطلقون هذه الدعوات يريدون مصلحته فليذهبوا فورا إلى المساعدة على وقف إطلاق النار ولا الوصول إلى نتائج مرضية لوقف هذا القتل بالمناسبة لو استمرت هذه الحرب عام آخر هذا الموضوع لن يؤثر على الإسرائيليين شيئا لأنهم يعيشون بمأمن ولديهم الملبس ولديهم المسكن ولكن الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يستمر في معركة أصبحت كل مقومات الحياة فيها مفقودة وحتى ما يتحدث عنه بمواجهة للاحتلال أصبحت ضئيلة جدا وقبل قليل كان رئيس أركان الاحتلال يجوب شوارع خان يونس ويتجول على البحر في قطاع غزة بالتالي ما الفائدة من دعوة الجماهير العربية إلى التضاهر في الحواصم وقطاع غزة يذبح بدون أي مساعدة أستاذ مونير تعتبر أن هذه الدعوات الأتية من حماس والجهات الهدف منها فلسطيني داخلي أو لديها أهداف أخرى خارجية بالدول العربية يعني واضح أنهم لا يستطيعون الضغط على الاحتلال باتجاه عيشاء سوف يذهبوا إلى مصر وإلى الأردن للضغط على القيادتين الأردنية والمصرية أهداف الإخوان المسلمين وحركة حماس واضحة الآن قطاع غزة أصبح مكان لا يمكن استخدام أراضي لأي عمل بالتالي يبحثون عن أرض جديدة لإنطلاق أعمالهم بها باتجاه ما يسمونه مواجهة الاحتلال الآن قطاع غزة أصبح مكان أنا أقول لك لا يصلح للحياة ولا يصلح أيضا للمواجهة لما عدناك مكان ليختبئ به أي أحد أصبح كل شيء مهدم وركام بالتالي هذه الدعوات يعني الهدف منها هو الضغط الهدف منها اللعب في أوراق جديدة وإقليمية والذهاب إلى صالح دول أخرى هم كانوا يقولون لنا مثلا في إيران أن بوابة الكدس في دمشق تدمرت دمشق ثم قالوا بوابة الكدس من صنعاء ودمروا صنعاء ثم قالوا بوابة الكدس من بيروت وهدمت بيروت والآن بوابة الكدس أصبحت الأردن هل يريدون هدم الأردن أيضا؟ يعني هذا هو ما يدور الآن الدولة الأقرب إلى فلسطين هي الأردن ومصر وأكثر شيء ممكن أن يساعد الفلسطينيين ويضغط عليهم أين سوف يذهبوا باتجاه مصر والأردن بالتالي إثارة الفوضى لتسهيل هذه الهجرة يعني هذا هو التفسير الوحيد الموجود أما الآن يصبح كل من يتحدث خائن فهذا الموضوع أصبح خلف الناس الخائن هو يعني من ضحى في شعبه ومن قتل شعبه ومن ضمر شعبه ومن أصبح شعبه بدون أي مأوى يعني تعتبر حماس خائنا أستاذ لا يسكن بحاجة لضرائع ليقتل الشعب الفلسطيني ولكن هذه الضرائع فعلا ساقطة حركة حماس وهي التي أحضرت هذا الدب إلى الكرم الفلسطيني أنا أقول لك نحن كنا نواجه هذا الاحتلال كنا نقاوم هذا الاحتلال ونقف في واجه هذا الاحتلال لأسأل السؤال بشكل محدد هل تعتبر حضرتك أن حماس خائنة يعني أنا بعيدا عن لغة التخوين التي تستخدمها حماس أنا أقول من يخون الناس خائن إذا هو يتحدث عن الناس أنهم خون فهو أول من مارس الخيانة وأنا أذكر من الذي أسس المجمع الإسلامي في قطاع غزة الإدارة المدنية الإسرائيلية من هناك بدأت الخيانة إذا كان هناك خيانات نحن في حركة فتح لا نخون أحد ولا نجوسس أحد ولا نخرج أحد من الملة نحن نقول جميعنا الشعب فلسطيني واحد تحت صيات الاحتلال أما هذه اللغة كل ما شخص يختلف معكم سوف يصبح خائن بالأمس قالوا عن ماجد فرج وأصدروا بيان بأنه تعاون في مستشفى الشفاء يا سيدتي الاعترافات التي خرجت من قيادة حماس والتي بثها الإعلام الإسرائيلي يندلها الجبين ولكننا لا نعايرهم نحن بفعل يقوم به الاحتلال من الذي يعيش داخل مستشفى الشفاء أليس كوادر حماس ومن الذي أوش عن حماس داخل مستشفى الشفاء أليست حركة حماس لماذا يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين كل السيطرة الأمنية داخل قطاع غزة حتى هذه اللحظة لحركة حماس إذن من يتحكم في حركة حماس من الذي كان يعلم أين هو السيد المبحوح ومن قال أنه ذهب إلى دبي أليس ناس في حركة حماس أو شو عليه ليتم قتله هناك من كان معه وأيمن نوفل وغيرهم من قيادات حركة حماس وأحمد ياسين كل هؤلاء القادة الذين قتلوا هل تحب حركة حماس أن نقول لها أنها متهمة في قتلهم نعم ببداية كلامنا حضرتك قلت ماذا لا يدعون إلى تظاهرات بإيران اليوم حركة فتح بتصريحاتها سواء بالأمس وصولا إلى الآن هناك ربط مباشر بين حماس وإيران هذا الأمر لم نشهده بمبعد السبع من أكتوبر ولا حتى بالتصريحات التي سبقت ذلك لماذا الآن بدأت حركة فتح تربط حماس مباشرة بإيران وتصوب على هذه النقطة بالتحديد أنا أقول لك لماذا أنتم شاهدتم الزيارة التي قام بها أسماعين هنياء إلى إيران وستمعتم يوم أمس إلى الكلمات التي تحدثت بها من هناك حتى الطفان الأقصى تم تغييره إلى طفان آخر سموه طفان الأحرار إذا الذاكرة أسعفتني بذلك نحن نربط الآن بسبب الأوضاع أيضا في الضفة الغربية ما يحدث في الضفة الغربية من اعتداء على الأمن الفلسطيني وأخذ المركبات ووضع عليها أعلام للفصائل الفلسطينية نحن نعلم من أين هي ممولة والكل يعلم من هنا جاء هذا الربط الموضوع الآخر هم تحدثوا في أكثر من مرة قالوا بأن مثلا يوم أمس الشخص الإيراني الذي قتل في دمشق ذهب اسمه من ذاكرة الآن قالوا بأنه هو من أعد طفان الأقصى قبلها قالوا بأن طفان الأقصى جاء للانتقام لسليماني هذه الشوشرة الموجودة نحن كنا متغاضين عنها ولا نتحدث بها بسبب أن هناك دماء فلسطينية تسيل على الأرض أما وأن هذه حماس ذهبت إلى هذا المربع ولم تحترم هذه الدماء أخذتنا باتجاه أن نهاجم الحركة وأن نتحدث عن كثير من سلبياتها نحن كنا ننأع بنفسنا عن هذا الموضوع ولكن بما أنهم جاءوا إلى هذا الموضوع تخوين الأمن الفلسطيني وتخوين الرئيس محمود عباس وتخوين كل من يخالفهم الرأي إحنا لماذا سوف نسكت عنهم ونحن تحت الصياط بالعكس أكثر من تأذى من حركة حماس هم أبناء حركة فاتح والسلطة فلسطينية كتلة منهم 800 شخص على يد حركة حماس وحاولنا أن نطوي هذه الصفحة وننتقل إلى صفحة جديدة ولكن للأسف الشديد تبقى حماس تأخذنا إلى المربع الأول شكرا جزيلا شكر على هذا المدخل أنا أعتذر من حضرتك انتهى وقت المقابلة أستاذ مونير شكرا جزيلا على وجودك معنا ضيفنا إذن من رمالة القيادة في حركة فاتح مونير الجاكوب شكرا جزيلا شكرا جزيلا